كل الأعين وكل الأعصاب على جهة موجهة على جهة وحدة كلمة السيد حسن نصر الله بعد تأخر أسابيع جاءت أخيراً هذه الكلمة إذ قام أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بخطاب يلخص بنقاط أساسية النقطة الأساسية الأولى اللي قال سماحت الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله هي تشديد الحزب بأنه لم يكن يعلم بعملية 7 أكتوبر معركة الطوفان الأقصى من خلال قرارها الفلسطيني وتنفيذها الفلسطيني وأقول لكم وعدم علم أحد فيها هي تثبت أن هذه المعركة ثاني نقطة مهمة هي أنه ما في ضرورة لانتظار إعلان الحرب من قبل الحزب لأن الحزب فعلاً دخل الحرب منذ 8 أكتوبر نحن أصلاً بلبنان بحرب لأن الحزب فتح الجبهة اللبنانية وهذه العمليات ممكن أنه تتوسع بدأت المقاومة الإسلامية في لبنان بعملياتها يعني تاني يوم طوفان الأقصى تالت نقطة وهي في غاية الأهمية وجديدة نسبياً على خطاب حزب الله هي أنه الأولوية هي لوقف إطلاق النار في إشارة واضحة أن حزب الله ولي إيران الحرب هي لا رغبة ولا خيار أول الهدف الأول الذي يجب العمل له في الليل وفي النهار وقف العدوان على قطاع غزة وقف الحرب على قطاع غزة وهذا تصريح نسبياً غير اعتيادي وغير مألوف أنه الحزب يطالب أو يطالب بوقف إطلاق النار والتلميح بأنه كل شيء الآن هو تقريباً رهن المفاوضات ولكن كل الخيارات مفتوحة كل الخيارات مطروحة هيدا شي جديد بخطابات سوريا واليمن ولا مرة كانت الأولوية لوقف إطلاق النار إذن خلاصة الخطاب أنه مبدئياً الحزب لن يدخل الحرب الشاملة التي يخشاها اللبنانيون الأولوية هي لوقف إطلاق النار وأنه الحرب الكبرى بعد ما إجا وقتها ما زلنا نحتاج إلى وقت حتى نكون واقعيين ونحن ندعم الفلسطينيين من خلال جبهة الدعم اللبنانية جبهة الإسناد المفتوحة ولكن ضمن قواعد الاشتباك بس إذا إسرائيل تهجمت على لبنان لبنان بكامل الجهوزية والمعادلة اليوم هي المدني مقابل المدني إلى المدني في مقابل المدني مع انتهاء هذا الخطاب شكرا بسبب tuning